طردهم جمال بالماضي من منتخب الجزائر عقبته كأس الأمم الإفريقية ورحيله يفتح الباب لعودتهم من جديد لارتداء قميص محارب الصحراء فمن هم؟ انتهت رحلة جمال بالماضي مع المنتخب الجزائري ورغم أن المسألة ما زالت معلقة بين فسخ التعاقد الودي والاستقالة إلا أن بقاء بالماضي أصبح أمراً مستحيلاً ست سنوات انقضاها بالماضي مع المنتخب الجزائري حقق خلالها فقط لقب كأس الأمم الإفريقية 2019 وفاز بكأس العرب الودية لكنه لم ينجح في التأهل لكأس العرب العمل على مرحلة ما بعد جمال بالماضي بدأ منذ الآن وبدأ الاتحاد الجزائري لكرة الخدم التواصل مع المدربين الموضوعين على القائمة لبحث إمكانية توليهم المهمة خلفاً لجمال بالماضي الجهاز الفني لم يكن فقط كلما يشغل الاتحاد المغربي لكرة القدم وإنما التواصل مع بعض الأسماء التي طردها بالماضي من الجزائر لأسباب فنية أو غير فنية ثلاثة أسماء هي أبرز من طردهم جمال بالماضي من المنتخب الجزائري ولم يكن السبب دائماً هو أزمة فنية أو تراجع في المستوى فالشجارات كانت ضمن قائمة الأسباب كذلك على رأس القائمة هيأتي آدم زرقان لعب الوسط الذي يلعب في الدوري البلجيكي وكان له دوره في الفراغ الكبير الذي عانى منه وسط ملعب المنتخب الجزائري في كاس الأمم الإفريقية بالماضي فضل الاعتماد على عناصر أخرى لم تقدم المطلوبة منها بالفعل خلال البطولة منهم نبيل بن طالب وسفيان فيغولي ورامز زروقي ورغم أن زرقان صاحب الأربعة وعشرين عاماً يمتلك قدرات كبيرة ثلاث عشرة مباراة دولية خاضها زرقان مع المنتخب الجزائري صنع خلالها هدفين وقدم مستويات مميزة على المستوى الدفاعي وعلى مستوى الربط بين الخطوط ثاني هذه الأسماء هو سعيد بن رحمة الذي كان يمر بفترة صعبة للغاية منذ أن طرده جمال بالماضي من منتخب الجزائر بعد المشاجرة الكبيرة التي وقعت بينهما خلال مواجهة ودية قبل انتلاق كأس الأمم الإفريقية رغم قدرات بن رحمة الكبيرة وعدم جاهزية يوسف البليلي إلا أن بالماضي رفض الاعتماد على بن رحمة وضم يوسف البليلي إلى جانب محمد الأمين عمورة وكلاهما لم يقدم المطلوبة على الإطلاق طوال البطولة أخيراً بدردين بوعاناني صاحب التسعة عشر عاماً والذي غير جنسيته القروية مؤخراً من الفرنسية إلى الجزائرية على أمل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية مع الجزائر بالماضي لم يضم بوعاناني وتركه خارج قائمة الجزائر وأبدى عدم قناعته بقدراته وإمكاناته في أرضية الملعب بعدما لعب خمسة مباريات مع الجزائر صنع خلالها هدفاً وحيداً أمام النيجر في تصفية أمم إفريقيا كل هذه الأسماء ستعود من جديد إلى صفوف الجزائر وعاد الأمل إليهم خصوصاً أنهم كانوا أصحاب أدوار في التأهل للبطولة لكنه دفع بهم خارج القائمة عندما جاءت اللحظة الحاسمة